زي كل خادم أو كل مسؤول يبقى في ممارسته أو في خدمته يبقى بياخد الإنسان إلى العمق مش للشكل أقول لحضرتك على قصة لذيذة قوي تعرفنا موضوع حتة العمق دي فكر ساعة مريم ومارسة قعد مع مارسة كتعمالة بتشتغل ازاي؟ عمالة بتخدم وبتجهز وبتشتغل الحارقة زي أنا بتكلم عن نفسي الحارقة عمالين نتحرك وبتاع فالله مرسة مرسة لماذا تهتمين وتطربين لأدل انت عمالة لا بخروحك بحاجات كتير إنما الحاجة إلى إيه؟ الحاجة إلى واحد الحاجة إلى نقوة القلب ودي اللي تكلم عليها وقال اللي يخرج من القلب اللي منه ما خارج الحياة هو اللي ينجس العمق ده اللي عايزه ربنا من قلبا نقيا اخلق فيها الله حتة إن إحنا ربنا يدينا قلب حلو وقلب نقي دي يعني محتاجة جهاد ومحتاجة نعمة منه نقول له يا ربي إحنا لو كان لنا كل في وسط هذا العالم اللي زي ما حضرتك بتقول بيهتم آه بالشكل وبيهتم ساعات على فكرة تقليد أو كنيستنا ممكن عشان تعاود زي ما حضرتك بتقول تعاود الناس تقول لهم أنت لازم تصلي كذا وتعمل كذا وتعمل كذا عشان خطر الناس زي ما بتحط سبعك في كوب بيت المية كتير هيتبال فالكنيسة تحاول تخلينا نتضرب على الحاجات دي دا التقليد بس كنيستنا الحلوة العميقة الجميلة تيجي تلاقي دايما كل تقليدها ماشي مع الوصية صحيح ماشي مش ضده أو مش أنه هو بيساقل عليها بدليل أن أي تقليد في الكنيسة تيجي تلاقيه أنه هو مش ماشي مع الوصية أو كده سنتين دا ممكن يحصل فيه مراجعة ترجمة نانسي قنقر